على الرغم من تعقد المشهد العالمي برضو نشوف كده جهود الدولة لتحفيز الاستثمار اتعاملت الرخصة الزهبازة وما حضراتكم عارفين لعبارة عن موافقة واحدة على اقامة مشروعه وتشغيله وادارته بما في ذلك ترخيص البناء ودي مهمة جداً قوي خالص العمران طيب تخصيص العقرات اللازمة لها يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء حصلت على الرخصة الزهبية 15 شركة حتى الآن تم تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بأن لا يزيد عن 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس طيب تعالوا نشوف قانون الاستثمار اللي هو رقم 72 لسنة 2017 ومزايا تعالوا نشوف في 50% يتم ردها من قيمة الأرض المخصصة للمشروع الصناعي في حال بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ وتسليم الأرض يعني أنا هدي لك الأرض انتراضت الأرض أنا خصصتها سلمتها لك سيادتك بدأت تشتغل أنتكت أنا هخصم هشيل 50% أرجعهم لك تاني من قيمة الأرض الأرض كانت بمليون سيادتك هتحصل على الـ 500 ألف طيب الحافز الاستثماري تم منح حافز استثماري خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة تتروح من 30% لـ 50% عشان الشيات عشان فيابتك تعرف تشتغل وتصنع وفي وقت من الأوقات تقدر تصدر طيب تعالى نشوف المستثمر الأجنابي هل المستثمر الأجنابي كان ممنح له حق التسجيل في سجل المستوردين لا دلوقتي أصبح يسجل في سجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وقدامه عاشر سنين طيب تعالى نشوف مجموعة كده من الإجراءات وهي إجراءات جيدة بالمناسبة تعالى أقولك عليها كده أبرز الإجراءات منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة الاستثمار إقامة مؤقتة لمدة عام غير السياحة وقبل للتجديد لمدة 6 شهور أو سنة إضافية خلال فترة تأسيس الشركة والكناهات الاقتصادية الرجل عاوز ييجي وعاوز يأسس وعاوز يتطمن على شغله ومصنعه شركته واتجارته زي ما بيت قال فأنت معايا أنا ما عنديش أزمة مش هقولك لأ كل سنة وأنت طيب روح في واحد مصري هو اللي يتولى شوف بقى أنت هتوكل مين الرجل خايف على فلوسه حق وقعد أهلا وسهلا منور تشغيل نظام الشباكي الواحد وده اللي كان بيسمح الحقيقة بخفض المعاملات اللي بتتم لحوالي تقريبا من 5 دقيقة لـ 30 ديئة أنا موافق على 30 ديئة عندك 14 مركز خدمة للمستثمرين في مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين عندي خريطة استثمارية فيها قد إيه بقى فيها 1168 فرصة استثمارية طيب قيمة الاستثمارات اللي جذبها صندوق مصر السيادي عشان في ناس بتتساءل لو صندوق مصر السيادي جذب استثمارات قد يقولك جذب استثمارات تقريبا بـ 37 مليار جنيه مصري فقد إيه بـ 14 مشروع طيب اتأسس إمتى الصندوق ده بقى له سنة سنة واحدة فقط لا غير جذب فيهم استثمارات بقيمة 37 مليار بس كده لا أصبر بقى لما نخلص 23 ونشوف في خلال سنتين عمل إيه وفي خلال ثلاثة بيعمل إيه وهكذا اللي أنا عايز أقوله لك هو الآتي مصر اشتغنت في الوقت اللي محدش كان بيشتغل فيه يعني تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل كبيرة ده ما عملوش حد تقريبا قليل جدا اللي عارفوا يعملوا ده وبالتالي كنت انت واحد من أعلى بلاد العالم نموّن على سبيل المثال كورونا لو أنت رجعت للتقريب بتاع البنك الدولي وبالمناسبة هتلاقي شاشات عربية ودولية نقلوا هذا التقرير وتكلموا عليه وفصلوك تفصيلا مصر هي اللي بتقود معدل جاذبية الاستثمار في المنطقة بالكامل بالكامل من المحيط للخليج في 24-25 سترجم لكثير من المحيطة وفصلوك تفصيلا